موسيقى النشرة التقافية من القناة الدولية أهلا بكم يفتتح اليوم معرض نجوم كواكب بطلعة حرب التقافي بالسيدة نفيسة التابعة لقطاع صندوق التنمية التقافية في مصر معرض فني كاريكاتيري لشبة ريتا كيفوريان يضم المعرض أربعين لوحة فنية تحمل العديد من المواضيع بطريقة فكاهية سخرة كما سيظهر على مجموعة من رسوم المعرض شخصيات مصرية ودولية معروفة نذكر أن الفنان الموهوب شاركت في العديد من المعارض كما تحصلت على عديد الجوائز القيمة نالت المخرجة الجزائرية سينمائية الجزائرية لينا خد جائزة مهر الفضي للفيلم الوثائقي القصير خلال المهرجان الإفريقي السابع والعشرين للسينما والتلفزيون في سباكو بواجدوغو عن فيلمها عضيت لساني الفيلم القصير مدته 25 دقيقة ويعتبر بمتابة بحث عن الهوية تمحورت قصته حول جزائرية عاشت طوال حياتها بفرنسا إذ أن فقدانها للغة جدتها جعلها لا تستطيع التعبير بالعربية العامية وتتخذ نينا خدة التي تتمسك بذكريات بعيدة لأجدادها ولغتهم العامية من تونس كبديل لبلد أجدادها في محاولة لإيجاد جزء من هويتها في إطار فعالية مهرجان القراءة في الأردن تحت شعار القراءة للجميع وفرت مكتبة الأسرة الكتب بأسعار رمزية للجمهور حيث قدر بحوالي 3 ملايين وخمسمائة ألف نسخة من عنوان جديد ضمن الدورة الثالثة والخمسين في الدورة الخامس عشر من التظاهر التي أطلقتها وزارة التقافة الأردنية منذ العام 2007 المزيد من التفاصيل في هذا التقرير مكتبة الأسرة الأردنية أوفرت ملايين العنوين المعروضة منها 915 ألف نسخة للأطفال من بينها 53 عنوانا جديدا تباع بأسعار رمزية في 42 منفذا للبيع في جميع أنحاء الأردن المشروع يهدف إلى تشجيع الناس على القراءة وجعل الكتب في متناول الجميع بأسعار رمزية حيث تشمل الكتب المعروضة خمسة مجالات هي التراث الدراسات الأردنية العلوم الأداب والفنون والفلسفة والمعارف والأطفال وتتولى اختيار عنوين إصدارات البرنامج لجنة عليا تضم العديد من أصحاب الاختصاصات بحيث تغطي العنوين المختارة معظم جوانب المعارف الإنسانية وتكون ذات مستوى معرفي عال وتهم أكبر شرائح ممكنة من المجتمع الأردني وفي نفس الوقت تلبي رغبة الجمهور لتبقى مكتبة الأسرة الأردنية برنامجا سنويا تسعى وزارة الثقافة من خلاله إلى تعميم الثقافة الوطنية القائمة على نشر الوعي الثقافي وتنمية الفكر الناقد لبناء مجتمع مثقف إلى الجزائر الآن حيث افتتحت الخميس بدار الثقافة مولود قاسم نيت بالقاسم بولاية تيسمسيلت الأيام المحلية للصورة الفوتوغرافية التي تقام في إطار إحياء الدكرة السابعة والستين لاندلاع الطورة التحريرية المجيدة ويشارك في هذه التظاهر المنظمة على مدار ثلاثة أيام من طرف المؤسسة التقافية المذكورة عشرون مصورا فوتوغرافيا من الهوات والمحترفين الذين يعرضون صورا تعبر عن مواضيع داتا سلة بالمعالم السياحية وعدات وتقاليد المنطقة وكذا مدني ومواقع طبيعية بالولاية وإلى السينما الجزائرية حيث عرض بمتحفي سينما الجزائر الفيلم السينمائي الأرجنتيني إكلير بارلوفو للمخرج تريستان نابوار والمنتج كاستون بول الفيلم يروي قصة أحد الجنود في مشاركته في حرب جزر المالوين ديدا بريطانيا مطلع تمانينات القرن الماضي وهو في سن الثامنة عشرة سنة ومعانته من الجوع والبرد خلال تلك الفترة في سياق متصل صرحت ريم غبران المكلفة بالملحق التقفي لسفارة سوريا بالجزائر أن سوريا تطمح لتوسيع مجال التعاون التقفي مع الجزائر نافية في ذات الوقت أن يكون هناك ما يعيق هذا التعاون الذي تطمح سوريا إلى تطويره في النسلم الحقيقة دائما نحن نطمح في سوريا لتوسيع المجال التعاون وخاصة الثقافي مع الدول الصديقة والشقيقة وخاصة مثل الجزائر لا أعتقد أن هناك ما يعيق هذا الأمر والعكس نحن دائما نتطلع إلى تطوير هذا التعاون وكما يوجد عدة اتفاقيات علمية ثقافية دائما فيما بيننا حتى مؤخرا قامت مشكورة نقابة نقابة الفنانين الجزائريين بالتعزية بالوفاة السيد صباح فخري وبعد فيلم إكلير بارلوفو كان حاضرا معنا السفير الأرجنطيني في تصريح كما عبر عن أن الجزائر عبر عن سعادته الكبيرة والبالغة وعن رأيه في العرض نتبع نحاول لأن يكون هناك حضورا وتعاون ثقافيا وأن نتقدم أكثر في هذا المجال فنحن شعبين متقاربين وهناك اهتمامات مشتركة بين البلدين وفي سياق متصل قال السفير الأرجنطيني أن بلاده تهدف إلى جلب أكبر قدر ممكن من اهتمام الآخرين بالتقافة والأفلام الأرجنطينية تصريح السفير جاء على هاميشي هذا العرض فلنستمع من خلال هذه الأفلام التي نقترحها على سينماتيك الجزائر نهدف إلى جلب اهتمام الشباب والآخرين ممن ليسوا في الميدان الدبلوماسي وهذا لإبراز ثقافتنا ونسعى لاستقطاب جمهور عريض وعام لما نعرضه من مواضيع الساعة من سينماتيك الجزائر إلى قصر الثقافة حيث انطلقت فعاليات إحياء اليوم العالمي للفن الإسلامي بقصر الثقافة مفدي زكريا التي تضمنت معارضة وتكريمات وندوات فكرية للمزيد انتبع هذا البطيار فعاليات مختلفة أطلقتها وزارة الثقافة احتفاء باليوم العالمي للفن الإسلامي الذي أعلنه المؤتمر العام لليونسكو سنة 2019 بقصر الثقافة مفدي زكريا ومختلف دور الثقافة الجزائرية المكتبة الوطنية ونادي الجزائري للخط العربي والزخرفة نظم معرضا خاصا احتفاء بالحدث ضم عدة أجنحة للمخطوطات والمنمنمات واللوحات لتسلط الضوء على الثراء وتنوع الثقافة الجزائرية وتبيان دورها وإسهاماتها المهمة في الحضارة الإسلامية المناسبة كانت فرصة لتكريم الدكتور محمد بن سعيد شريفي عاميد فن الخط العربي وأحد أشهر الخطاطين في الجزائر والعالم العربي كما تم تنشط ندوة حول تاريخ الفن الإسلامي ومدى مساهمته في الحفاظ على الحضارة الإنسانية الفعاليات المقامة تهدف إلى التعريف بأشكال الفن الإسلامي القديمة والمعاصرة التي تعد من أشهر وأعرق الفنون وكذا تعزيز روح التسامح بين الشعوب ودعم التقارب بين الثقافات لإثراء تنوع الثقافي وحرية التعبير والحوار ما أحلى التقافة الإسلامي وما أحلى الفن الإسلامي وما أحلى أن نبقى متمسكين به إلى خبر آخر مشاهدنا تحت في تونس نهاية الشهر الحالي بالأذب الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في أيام ستكون مفتوحة لرصد أهم الأعمال الروائية التي تعبر عن معاناة المريرة التي يعيشها الشعب للمزيد متابع هذا التقرير تحولات الرواية الفلسطينية عنوان تظاهرة في تونس منظمة من قبل بيت الرواية حيث ستقام فعاليات التظاهرة في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لتدوم مدة ثلاث أيام وتهدف إلى رصد أهم التغيرات الحاصلة في أشكال ومضامين الرواية وكذا الواقع الذي تعرفه سيلتقي خلال تظاهر نقاد وكتاب من تونس وفلسطين لأن الرواية هي الملاذ الأفضل للكتاب الفلسطينيين للحفاظ على ذاكرتهم الجماعية وحماية تراثهم من الاندثار يخوض الأدب الفلسطيني حرباً لاستعادة الذاكرة والتاريخ وترسيخه في نفوس الأجيال الصاعدة وتقديمه للقراء حول العالم في قالب فني جميل يستحسنه القراء ويفهمون حقيقة ما يحدث في فلسطين تتخلل تظاهر ندوة محورها الرواية الفلسطينية والمعتقل والتي سينشطها نقاد وكتاب سيقدمون عصارة تجاربهم في تأريخ الواقع الثقافي والسياسي والاجتماعي الذي يعيشه الفلسطينيون منذ فقدان أرضهم عام 1948 وللحديث أكثر عن هذا الموضوع مشاهدين ينضم إلينا ويسام أبو زيد مراسل التلفزيون الجزائري بفلسطين عزة صباح الخير صباح الخير إذن للحديث عن هذا الموضوع ارتقينا أن تكون معنا ضيفاً للمشرة لهذه المداخلة ومن أجل إطراء الموضوع أكثر ويسام بداية كيف ترى أنت كأعلامي وكصحفي هذه التظاهرة بهذا التوقيت بالذات نعم أي شيء يمكن أن يلفت العالم للقضية الفلسطينية فهو شيء مهم جداً للشعب الفلسطيني الذي يعاني مرارة الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من سبعين عاماً هذه التظاهرة الثقافية وغيرها من التظاهرات أيضاً حتى لو كانت رياضية أو أنها تظاهرات بشتى أشكالها تكون وترفع العالم الفلسطيني وترفع الصوت الفلسطيني وتكون عند حسن ظن آهات الفلسطينيين في القدس وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة ستكون مهمة ربما هذه الفعالية تكون أيضاً أو غيرها تكون عاملاً مناسباً لكي تكشف كثير من جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتي تقترفها هذه قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من سبعين عاماً نحن نرى في هذا اليوم هو فرصة مناسبة لكل القوى في القوى العربية والقوى الإسلامية والقوى الشريفة في العالم حتى القوى الدولية أن ترفع صوتها عالياً وأن تطالب بالفعل بإزالة هذا الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الشعب الفلسطيني حقه تحقيق حلمه في تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وهذا ما نتمنىه جميعاً نحن كعرب وكمسلمين بداية يوم الخميس بالتحديد كانت هناك تظاهرة ثقافية هنا بسفارة الفلسطينية وكنت أنت من بين الحاضرين كانت فيها تكريمات كانت فيها كلمة للسفير الفلسطيني بالجزائر كلمة قوية نبعة من القلب بكلمات منتقات ومؤثرة كيف كان إحساسك في تلك التظاهرة السفير الفلسطيني يعبر عن الكل الفلسطيني السفير الفلسطيني يعبر عن الرأي الفلسطيني يعبر عن آهات الشعب الفلسطيني حتى تنقل الصورة من داخل فلسطين إلى الشعب الجزائري هنا هذه التظاهرة جاءت على هامش حياء الذكرى الثالثة والثلاثين للاستقلال التي أعلنها رئيس الراحل القائد ياسر عرفات هنا من أرض الجزائر هي مناسبة تأتي في وقتها نحاول نحن كفلسطينيين أن نحيي هذه الذكرى على أمل أن يكون هذه الاستقلال يوما من الأيام على الأرض الفلسطينية ونكون قد حققنا فعلا الحلم نحن اليوم نعيش في كثير من الصعوبات الجمة اليوم نتحدث عن أسير فلسطيني نائل البرغوثي قضى في السجن أربعين عاما أكثر من أربعين عاما نتحدث عن استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال وهو منهك من المرض هناك إهمال طبي نتحدث عن عزل القدس تقطيع أوصال الضفة الغربية نتحدث عن قطاع غزة حصار قطاع غزة لأكثر من 15 عاما نحن على أمل أن نكون يوما من الأيام في الأرض الفلسطينية هذا الاحتفال أن يكون العام المقبل في الأرض الفلسطينية ونرفع العلام الفلسطيني فيها القدس الشريفة أكيد ومن خلال التقافة ومن خلال تظاهرات التقافية حتى البلدان العربية يمكن أن تبدي مساندتها وتضامنها الكبير مع القضية الفلسطينية من الجزائر إلى تونس وتونس تقيم هذه التظاهرة وفعالية هذا النشاط الذي يعتبر مهما ومهما جدا للتضامن وإبداء التضامن مع القضية ما تعليقك على يعني شيء مهم التضامن التونسي معنا وربما أستطيع أن أعرج على التضامن الجزائري أيضا مع قضيتنا في هذا المقام لأن الجزائر هي نموذج نتمنى من الجميع الدول العربية والقوى الشريفة في العالم أن تحدو حذو الجزائر التي بقيت وما زالت واقفة على موقفها تجاه القضية الفلسطينية وتساند هذه القضية ورغم كل الصعوبات ورغم كل المصاعب التي تحاك والمخاطر التي تحاك في الجزائر على مدر السنوات الماضية ما زالت متمسكة بموقفها هذه التضاهرة في تونس تمثل لنا شيء مهم جدا أن تنشر على الأقل الرواية الفلسطينية نحن نعيش حرب كبيرة مع الاحتلال الإسرائيلي في نشر هذه الرواية من هو الأصدق نحن أم الاحتلال كثير من يحاول الاحتلال في كثير من المواقف على مدار السنوات الاحتلال الإسرائيلي أن ينشر روايته ويحاول أن يثبت هذه الرواية فهذه حرب أخرى وربما هذه التضاهرة تساعد في إفشال مخططاته في حرب الرواية ضد الشعب الفلسطيني سؤال أخير حتى لا أطل عليك ويسام لما تكون متواجد بفلسطين وبتحديد بغزة وتكون مثل هكذا تظاهرات ومثل هكذا مبادرات من قبل شعوب عربية وأشقاء عرب كيف يكون حال الفلسطينيين وكيف تكون ردود أفعالهم؟ الشعب الفلسطيني رغم كل ما يعانيه من تضحيات جسام على مدار السنوات الاحتلال الإسرائيلي سواء من قصف وتهجير وتنكيل واعتقال وغيرها من الأفعال الانتقامية من قبل الاحتلال الإسرائيلي لكن يرى في هذه التفاعلات هي مقومات سموت على الأرض سواء تظاهرها ثقافية أو مساعدات إنسانية أو أنها حتى لو بكلمة أنت تعلم حتى الفلسطينيين عندما يرون مثلا عالم فلسطين في أحد المدرجات الرياضية ربما ترتفع عندهم المعنويات ويزيد من صمودهم وصبرهم والجلد حتى على الأوضاع التي يعيشونها أنهم ليسوا وحدهم يعيشون ليسوا وحدهم هم من يتصدر المشهد هناك من يساندهم هناك من يقف معهم هناك من يمكن له أن يدعمهم وهناك من يمكن أن يناصرهم حتى لو كانت ملاعب رياضية كما نراها دائما في الملاعب الجزائرية إذن شكرا لك على هذه المداخلة وسام كنت معنا هنا من القناة الدولية ونحن نؤكد دائما أننا معكم بأقلمنا وبقلوبنا إلى خبر آخر مشاهدين ويعتبر الفنان الجزائري الراحل سيدعلي كويرات اسما كبيرا من أسماء السينما والمصرح والتليفزيون ليس فقط في الجزائر وإنما في العالم العربي حيث شارك كبار المخرجين العرب في أداء أفلام خالدة وإذ يلقب بأسادي الشاشة للمزيد متابعة هذا البورتري يعني متواقف هي العبارة التي ظلت رأسخة في وجدان الجزائريين وأخاطب بها سيدعلي كويرات علي لابوانت أحد أكبر الثورهين في الجزائر لحظة إعدامه في فيلم الأفيون والعصع للمخرج أحمد رجدي كويرات من موليد السابع سبتمبر 1933 بالعاصمة بدأ مشواره الفني في سن السابعة عشر بانضممه إلى فرقة مصطفى كاتب وبعدها بثلاثة سنوات التحق بالمصرح الوضني الجزائري إلى جانب فنانين كبار أمثال مصطفى كاتب ومحيد بشتارزي بدأ منذ 1963 مسيرة فنية سينمائية حافلة مع فيلم أبناء القصبة مع المخرج مصطفى بديع ليكون عام 1972 متميزا له عندما اختير من قبل محمد لخضر حمينة ليلعب دور البطولة في فيلمه ديسمبر ثم وقائع سنوات الجمر بعدها بسنتين كما قام ببطولة هرب حسن طيرو سنة 1974 وعودة الإبن الضال للمخرج المصري يوسف شهين والشبكة ريحوين للمخرج جوتي بن ددوش مسار فني طويل دام ستين سنة أثر من خلالها سدع لكورات الصحة الفنية الجزائرية تاركا وراءه فراغا كبيرا إلا أن اسمه يبقى محفورا في ذاكرة كل الجزائريين لأنه قدم الكثير للثقافة الجزائرية مخلدا أعمالا تبقى مرجعا للأجيال الصاعدة على هذا الفن الجميل وعلى مثل هؤلاء الفنانين الخالدين في ذكرتنا نختم أخبارنا الثقافية لنهار اليوم تبعى طيبة لبقية المواعيد والموجيز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر